حياكم الله مشاهدين من يديد هو أحد الأيام ذات الشأن والذي يمثل على مفارقة وسيذكر دوما كبداية مرحلة جديدة ونوعية في ممارسة الشورى والعمل العام في إمارة الشارقة أنشئ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك ليكون مساعدا للجهات الحكومية وخدمة للصالح العام بإبداء الرأي والمشورى في كل ما يهم المجتمع دعما لمقاوماته الأساسية وقيمه الأصيلة الحديث أكثر مشاهدين حول انتخابات المجلس الاستشاري يصرنا أن صديف سعدة الدكتور خالد المدفع رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح خير وحياكم الله عن دكتور صباح خير لهم، POW شكرا على استضافة بداية نتكلم عن كيفية التحضير لإطلاق الحملة الاعلامية لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لو نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المجلس الاستشاري صار له 16 سنة منذ أن أنشئه بقانون رقم ثلاثة لعام 1999 حيث أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو مجلس اللعلى حاكم إمارة الشارقة القانون المنشئ للمجلس الاستشاري الذي مثل ما تفضلتي ليكون عونا للحاكم في إصدار القرارات المناسبة ومراجعة القوانين ذات الصلة بالشأن العام والشأن المواطنين فصار لهذا المجلس الاستشاري مساهمة في الفترة الماضية مثل ما نعرف يعني مراجعة بعض القوانين مناقشة الدوائر الحكومية طرح أسئلة عامة وخاصة مناقشات عدة في السنوات الماضية شاهدناها عضوية المجلس الاستشاري في السابق كانت بالتعين من قبل صاحب السمو الحاكم عدد العضاء هم 42 عضو فكان سابقا يعينهم صاحب السمو الحاكم وهؤلاء العضاء بالإضافة للأسئلة والمناقشات التي ذكرتها تشكل لجان داخل المجلس الاستشاري يروحون ويناقشون الإدارات والدوائر الحكومية ومناقشات القوانين الجديدة بالتالي يستعين بهم صاحب السمو الحاكم بعضاء المجلس الاستشاري وكذلك المجلس التنفيذي يستعين بالمجلس الاستشاري لمراجعات القوانين والقرارات التي ينظر فيها في المجلس التنفيذي الموقر فارتأى صاحب السمو الحاكم أن هذه فترة كافية لكي تكون عضوية المجلس من خلال فقط التعين فابتدت مرحلة جديدة وهي نحن بصددها الآن تكون عضوية المجلس الاستشاري بالتدرج تتجه باتجاه الانتخاب فابتدينا الخطوة هذه الأولى التي ارتأها صاحب السمو الحاكم نصف الأعضاء سيكونون بالانتخاب ونصفهم بالتعين من قبل السمو الحاكم مثل ما شهدنا وانتوا يعطيكم العافية تابعتونا في مؤتمرات صحفية وكذا متعلقة بالموضوع هذا يعني الأعضاء الذين سيتم انتخابهم أو دخولهم معترك الانتخابات متوزعين على الدوائر الانتخابية التسعة في إمارة الشارقة جميل ستة من مدينة الشارقة ثلاثة من العضاء بالترشيح وبالانتخابات سيطلعون كذلك من مدينة الذيت ثلاثة من مدينة خرفكان ثلاثة من مدينة كلباء ثلاثة من دبا واحد من البطايح واحد من مليحة واحد من المدام واحد من مدينة الحمرية فالمجموع هذا واحد وعشرين هؤلاء رح ان شاء الله يعني تظهر يعني قائمة مبدئية بأسماءهم حلو في الفترة الجاية ان شاء الله طيب دكتور يعني اللي شاهد يعني الانتخابات يقول أنه في حملة كبيرة في عرص اليوم في امارة الشارقة الحمد لله ودوركم واضح فيه بشكل كبير جدا سواء من خلال وسائل المرئية أو المسموعة وحتى يعني اليوم الشوارع كلها تتزين بالانتخابات شو حطيت لهذه الانتخابات وكيف بدت الفكرة فكرة الترويج الاعلامي لأنك حدث موجود ولكن اليوم روجتوله بشكل كبير من خلال هذه الخطة الحمد لله هناك يعني فرق كثيرة تعمل معنا في هذا الموضوع للترويج لهذه العملية مثل ما نعرف الانتخابات كمبدأ ابتدى في المجلس الوطني الاتحادي لثلاث دورات ماضية ولكن فيما يخص الشأن المحلي لإمارة الشارقة هذه المرة الأولى لما ارتأت اللجنة العليا للانتخابات يعني ارتأت أو نظرت لأسماء الناخبين يعني أسماء المواطنين خلنا نقول مواطنين إمارة الشارقة الذين تعدوا الواحد وعشرين سنة جميل من من يسمح لهم بالترشيح يعني هناك عدد عدد كبير يعني حسب إحصاءات دائرة الإحصاء وخدمة المجتمعية لألفين وثلاثة عشر تقريبا التسعة وسبعين ألف شخص في إمارة الشارقة هم ممن تعدوا الواحد وعشرين سنة حول هاي في ألفين وثلاثة عشر جميل كيف نقدر نخاطب تقريبا ثمانين ألف شخص وكيف نوصلهم الفكرة هذه فارتأى صاحب السمو الحاكم أنه لا خلونا نقول نسجل الناخبين جميل أنا يعني كصاحب السمو الحاكم ارتأى أنه لن يعني أحدد من يدخل في الهيئة الانتخابية من سجل اسمه هو من يدخل الهيئة الانتخابية جميلة فبالتالي ابتدأت المرحلة الأولى التي يعني تحل الجميع يعني وتيحت للجميع فامتدت الفترة فترة أسبوعين تقريبا ومثل ما نشوف في البرنامج الزمني للانتخابات كانت فترة التسجيل امتدت لسبوعين من 6 ديسمبر إلى 17 ديسمبر فترة كافية وانتشرت كذلك مراكز التسجيل كان هناك 14 مركز تسجيل منتشر على مستوى الإمارة الحمد لله لاقت هذه يعني الخطوة تجاوب كبير من المواطنين تجاوز من من أو اقترب الرقم إلى 25 ألف مواطن سجلوا أسماءهم في هذه الهيئات الانتخابية على مستوى التسع مناطق انتخابية أو مراكز انتخابية أو دوائر انتخابية في الإمارة فهذا الحمد لله كان من خلال متابعات للتلفزيون والإذاعة والصحافة وكذلك الإعلانات التي تفضلت عنها لخ محمد حاولنا نوصل هذه الرسالة ان هناك دعوة لك يا مواطن بتسجيل اسمك وتسجيل أهلك كذلك كان فيه سهولة في الموضوع وبالفعل تلاقت هذه الخطوة تجاوب كبير من المواطنين الحمد للنا دكتور حبي نتعرف أكثر على شعار وهوية الانتخابات وهي شارك في صنع القرار ما هي مدلولاتها؟ مثل ما ذكرنا في البداية عن دور المجلس الاستشاري وأدواره في العملية الإدارية والعملية الإدارة الشؤون الإمارة في إمارة الشارقة ذكرها صراحة صاحب السمو الحاكم في مداخلة من خلال برنامج الخط المباشر أن أنا أستهدف يعني ذكر صاحب السمو الحاكم أن أنا أستهدف بفتح هذا الباب لدخول الناس للمجلس الاستشاري لإشراكهم في اتخاذ قرارات تهمهم هما حال الله فقلنا يعني استمعت أنا إلى هذه المداخلة أكثر من مرة وكنا نبحث عن يعني شعار أو مدلول معين يعني لإلمام هذه المسألة والعملية كلها فقلت بالفعل يعني هذه دعوة من قبل صاحب السمو الحاكم للمواطنين أن نشارك في اتخاذ القرار صحيح وبالفعل اعتمدت وكان لها أثرها الحمد لله حسب ما نشوف يعني أن الناس بالفعل يعني تود بالدخول في المجلس الاستشاري هذا أن تشارك في يعني مراحل اتخاذ القرار في مرة الشارقة جميل والحمد لله يعني وإن شاء الله يعني الخطوة الأخيرة والأهم جاية إن شاء الله خلال فترة شهر إن شاء الله أنتوا الآن في الخطوة الثانية دكتور خطوة التسجيل أو مرحلة التسجيل كيف تشوف الإقبال وكيف تشوف دور وسائل التواصل الاجتماع وأيضا كلمات الحاكم أثرت في يعني مسجلين لما سجلوا في المرحلة الأولى مرحلة تسجيل الهيئات الانتخابية لاحظنا هناك فارق يعني أنا كان عندي متابعة للموضوع من اليوم الأول للتسجيل إلى اليوم الثاني وحتى صرحت أنا في الصحافة أنه هناك زيادة ثلاثين بالمئة حرور لأن صادف يوم الأحد مداخلة لصاحب اسمه الحاكم أن هذا ما نريد من المجلس الاستشاري وأدعو أبنائي مواطنين إمارة الشارقة للمساهمة والدخول في هذا المجال فبالفعل ثاني يوم صار فيه تفاعل وفيه تجاوب وكذلك يعني الحمد لله بمباركة من الشيخ سلطان بن أحمد رئيس المؤسسة رحنا كمؤسسة يوم الثلاثة الذكر ورحنا وقمنا يعني كجهة حكومية هيئنا يعني المجال لموظفي المؤسسة المواطنين للذهاب للتسجيل جميل والحمد لله لألاقة هذه الخطوة كذلك تجاوب كبير صحيح قبل الهيئات والجهات الحكومية الأخرى أن كلهم هيئوا نفس الفرص لموظفينهم ودعو يعني دعوهم لكي يذهبوا للتسجيل والحمد لله كذلك يعني هذا يعني أثر في العداد الذين سجلوا في الهيئات الانتخابية فالحمد لله يعني كذلك الناس من نفسهم أصلا يعني في مثلا المنطقة الشرقية لاحظنا الإقبال كبير كبير جدا الحمد لله وكذلك في منطقة الحمرية والمناطق في المنطقة الوسطى وكذلك يعني الحمد لله هناك وعي بأهمية دور هذا المجلس الاستشاري وهمية التجاوب مع الحكومة في كل ما تطلق من مشاريع والحمد لله يعني احنا كلجنة إعلامية أوصلنا هذا المتطلب على الجمهور ووضحنا دور المجلس الاستشاري والحمد لله يعني في تجاوب وفي وعي لهذا الدور الحمد لله نعم يعني تجربة المجلس الاستشاري تعد تجربة برلمانية ناجحة ومتميزة على مدى 16 عام كيف سطعتم إبراز هذه التجربة من خلال هذه الحملات الانتخابية أو الإعلامية الأمان العام من المجلس الاستشاري متمثلة في الأمين العام وجميع الموظفين يعني مشكورين يقومون بدور كبير في يعني إعطاء اللجنة العلامية كل ما تريد من إحصاءات ومن مداخلات للأسادة العضاء السابقين يعني كم عدنا كانت يعني إحصاءات كم مداخلة تداخل بها كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري السابقين حلو ما هي الإدارات أو الدوائر التي تم نقاشها كم عدد الجلسات فكانت المعلومة موجودة يعني فقط هي مسألة وضعها بأسلوب سهل ويعني مبسط للجمهور ككل بحيث أن تصل فكرة دور المجلس الاستشاري في الإمارة لخدمة هذا يعني الوطن وخدمة هؤلاء المواطنين فالحمد الله كان يعني المجال مهيئ كذلك يعني قمنا بعمل ندوات يعني توضيحية لأدوار المجلس الاستشاري وضرورة وأهمية مشاركة مواطنين الإمارة في هذا العرس الانتخابي فصارت ندوات وانتشرت يعني في الحمرية في المنطقة الوسطى في المنطقة الشرقية في مدينة الشارقة وكان في هناك حضور وفي تجاوب الحمد لله من قبل الجمهور في تساؤلات وفي كذلك يعني تفاعل استيضاح وكذا بفعل التفاعل كان كبير الحمد لله ونحن يعني وفقنا أن الحمد لله عدد من يعني سجل أو نسبة من سجل من سجل اسماهم في الهيئات الانتخابية تعتبر نسبة جميل كبيرة 31.8 تقريبا وفاصل 6 بالمئة للتجربة الأولى وفي إمارة ما شاء الله يعني كل الخدمات متوفرة فيها الحمد لله بشكل يعني كبير يعني الوقت ما شاء الله مش سريعا لكن نصيحة سريعة للمرشحين عساس نختم فيها الفقرة أن كيف يضبط حملة الانتخابية يعني اليوم ما يبالغ فيها في أمور المفروض تكون محددة طبعا بالفعل هناك رح تكون ندوات للمرشحين الذين رح تعتمد أسمائهم في القائمة النهائية في أسماء المرشحين نحن يوم الأحد يعني بعد يومين رح تعلن قائمة المرشحين القائمة الأولية للمرشحين ورح يفتح المجال للاعتراض على هذه الأسماء ورح تظهر القائمة النهائية للمرشحين في تاريخ 12 يناير إن شاء الله هؤلاء الذين في القائمة النهائية مدعوون يعني أو مدعوين لحضور ردوات مخصصة لتوضيح هذه المسائل التي ذكر ندوة ستكون في الشارقة وندوة أخرى في المنطقة الوسطى وندوة ثالثة في المنطقة الشرقية طبعا مرة ثانية أنا أشكركم وأشكر الاستضافة هذه ونذكر الجميع أن هناك الخطوة الأخيرة والأهم وهي يوم الانتخاب تاريخ 30 31 فإن شاء الله قبل ذلك اليوم يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله وفي موقع من مواقع الانتخابات يعطيك ألف عافية كل الشكر والتقدير لسعادة الدكتور خالد المتفع رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الاستشارية لإمارة الشارقة ونكون بذلك مشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم الإجابة كانت على سؤال الحلقة هو متحف الشارقة للفنون والفائز هو كرم من أبوظبي ألف مبلوكيا كرم ربحت معنا جائزة نقدية قيمتها 500 درهم مقدمة من أسسات الشارقة للإعلام مشاهدين في نهاية الحلقة تقبلوا تحياتي أنا رشا مطر وتحيات زميل محمد الفرجاء وفريق العمل في أمان الله شكرا لكم مشاهديني كرام معتقد اللي ربح كرم رشال إن قالت لا والله سحب والله العظيم في قراءة طيب مشاهديني كرام شكرا على المتابع وإلى اللقاء